توم هاردي يا جماعة يستاهل لقب أقدح ممثل في سنة 2022 أوكي توم كروز كمان المجنون يستاهل اللقب هذا بعد ما شفناه في الطيارة هذه بس أنا قررت أني بعطي هذا اللقب القادح أو أقدح ممثل في سنة 2022 بعطيها لتوم هاردي اسألوني ليش فاكرين قبل كم أسبوع قلت لكم أنه انتشر فيديو على تيك توك لتوم هاردي مشارك في بطولة جوجيتسو برازيلية يا السلام عليكم كويس أنكم فاكرين أحب أقول لكم يا جماعة أنه خلال هذه البطولة الأدم يتفوق على كل خصومه ولا في أي أحد قدر أنه يهزمه لا وكمان فاز بالبطولة وجاب المركز الأول ومشاركته ما كانت باسم توم هاردي لأنه توم هاردي اسمه شهرة الأدم يشارك باسمه الحقيقي واللي هو إدوارد هاردي الحلو كمان في الموضوع يا جماعة أنه شارك بشكل سري يعني ما كان يحب أنه أحد يعرف أنه مشارك حتى حاول يربي دقنه كده ويخفي ملامحه وقدر الإمكان ولكن للأسف تتخبفين يا توم وجهك أشهر من نار على العالم عموما في نفس الوقت يقولون الناس اللي كانوا حاضرين والجمهور إنه مرة كان متواضع وكل ما كان أحد يروح يطلب إنه ياخذ صورة منه كان يوافق ويبتسم ويتصور معاه بكل احترام راست الكلام إنه توم هاردي شارك في هذه البطولة وفاز فيها أقدح من كده مفيش فإذا يوم من اليوم شفت توم هاردي في الشارع حاول تتكلم معاه كده من بعيد لبعيد يعني احتياط لا يكون مزاجه سيء ويسري عليك يهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية عدنا إليكم من جديد بالبرنامج الأسبوعي برنامجكم المفضل على قناة الوجيه شاخبار هوليوود ولأنه برنامج شاخبار هوليوود ما يحتاج لمقدمات ولا كلام كثير شاركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبيهات على طريقكم ولو أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك لأنه أكثر شيء ممكن تدعموا فيها القناة تعالوا تابعنا الموقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش جميعها موجودة في صندوق الوصف غير كذا ياربين نشوف شاخبار هوليوود في الأسبوع الماضي أعلن مخرج وكاتب مسلسل سكويت جيم أو لعبة الحبار إنه فيه احتمالية كبيرة لمشاركة الممثل الكبير والقدير ليناردو ديكابريو ولكن مش في الموسم الثاني بل في الموسم الثالث ياب ليناردو ديكابريو ما غيره واللي راح يخلي الاحتمالية هذه ترتفع فوق شوية وتكون ممكن قابلة إنها تتنفذ هو إنه ليناردو ديكابريو مر معجب بهذا المسلسل أو مسلسل سكويت جيم أو لعبة الحبار طبعا المسلسل للآن ما نزل له موسم ثاني ولكن هذا الخبر وصل بدري بدري من قبل الكاتب قبل حتى ما يصدر الموسم الثاني إنت إيش رأيك عزيزي الوجيه؟ ليناردو ديكابريو في مسلسل لعبة الحبار كلام جوة وكلام ملا كيف قبل ما يكون فيها عالم مارفل السينمائي كان في شركة يا جماعة اسمها نيولاين سينما الشركة هذه كان عندها مجموعة أفلام وزي كذا وجاتهم فرصة إنهم يصنعوا فيلم خاص لشخصية آيرون مان قبل ما يكون في فيلم لآيرون مان كل شي كان تمام ولكن أحد المسؤولين في الشركة رفض قال لا لا نسوي فيلم لشخصية آيرون مان لا لا ما يصلح آيرون مان توني ستارك الناس يحبوه كثير في الكوميك بيجيب لنا فلوس طبعاً وقتها ما أحد كان يعرف آيرون مان بشكل كثير إلا قراء الكوميك ومتابعين الأنميشن الخاصة بمارفل المهم يا جماعة أنه طلعوا واحد من المسؤولين في الشركة وقال لا فيلم لآيرون مان ما راح نسوي أوكي ما راح نسوي فيلم لآيرون مان بس ممكن تقول لنا إيش أسبابك غمنوا سبب رفضه لصناعة فيلم لآيرون مان أو شركة الإنتاج بشكل عام ليش رفضت إنها تسوي فيلم خاص لآيرون مان في ذيك الأيام يقولون إنه شخصية آيرون مان غير منطقية أوكي غير كده يا أخي كيف في بدلة من حديد ومليانة محركات ومرة ثقيلة والطير لا يا أبوي هذا الكلام غير منطقي يا أخي ما راح نسوي فيلم لآيرون مان أوكي حلو حلو على أساس نحين هولك وبقية الأفينجرز مرة منطقينا هيا أهب لك صليط ومرخ رقبتك أحب أقول لكم إنه آيرون مان يعني بعد السنوات ذي كل أكيد هما ندمانين بس أحب أكرر عليكم يا شركة نيولاين سينما وأقول لكم إنه آيرون مان جاب مليارات ومليارات الدولارات لشركة مارفل وشركة ديزني وإنتوا خلوكم ما في منطق ما في منطق آي ألقوم يا أبو منطق وبعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل هاوس أوف ذا دراغن أو مسلسل آلة تنين نقدر الآن يا جماعة ناخذ لمحة واضحة عن مستقبل المسلسل من ناحية التقييمة التقييمة العام للمسلسل إلى الآن وصل 8.7 من 10 على موقع MDP وأكثر من 65 ألف شخص قيموا المسلسل 10 من 10 إلى الآن هذول اللي قيموه بشكل رسمي في موقع MDP وتقييم حلقات مسلسل هاوس أوف ذا دراغن أو آلة تنين إلى الآن كالآن الحلقة الأولى حصلت على تقييم 8.7 من 10 الحلقة الثانية حصلت على تقييم 8.4 من 10 الحلقة الثالثة حصلت على تقييم 8.8 من 10 الحلقة الرابعة حصلت على تقييم 8.6 من 10 والحلقة الخامسة حصلت على تقييم 9.2 من 10 أكيد أي حلقة فيها ويدنغ زواج أي ويدنغ تشوفوا في عالم جورج أر أر مارتن تعرف أن الحلقة شا تضرب شا تضرب فوق عموما الحلقة الخامسة تعتبر هي الحلقة الأعلى تقييما إلى الآن وإجمالي مشاهدات جميع الحلقات كل حلقة تقريبا قدرت إنها تكسر حاجز التسعة وعشرين مليون مشاهدة يا لطيف عدد جدا جدا ضخم ولا نقدر نقوله يا HBO يا جورج مارتن كلام جوت وكلام وخبر جدا 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 رهيب لمحبي The Punisher تقول بعض المصادر يا جماعة إنه فيه احتمالية إنه The Punisher يظهر ويكون له مشاركة في مسلسل Daredevil القادم الخبر هذا أفرح قلوب الجمهور وعشاق Daredevil و Punisher حول العالم ولكن لا تتحمسوا زيادة إلى الآن الكلام يعتبر إشاعات وغير رسم يعني ممكن يظهر The Punisher ويمكن لا بس تعرفون هذا النوع من الإشاعات كيف عادة كده يكون صح يعني بعد فترة كده يقولوا أوه ولا طلعت الإشاعة صحيحة غير كده يا جماعة لا تتحمسوا مرة مع الخبر لأنه مسلسل Daredevil باقي قدام 2024 تعرفش يعني 2024 يعني باقي سنة يمكن كمان 2024 كمان نص السنة يعني ما حد يدري بس في 2024 مرة بعيد بس استيل الخبر حلو غير كده يا جماعة مؤدي شخصية Daredevil قال إنه المسلسل راح يتعمق في شخصية Daredevil أكثر وأكثر مش كسوبر هيرو فقط بل برضو كمحامي يا سلام عليكم يا مارفل حلو وبالحديث عن مارفل يا جماعة وعالم مارفل كلنا نعرف شخصية وور ماشين أو صديق آيرون مان جيمس رودي وكلنا عارفين يا جماعة إنه وور ماشين مش شخصية بقد ما هي بدلة البدلة اللي يلبسها جيمس اسمها وور ماشين وكلنا عارفين إنه في 99% من مشاهد جيمس رود كان لابس هذه البدلة بدلة وور ماشين ولكن يا جماعة أحب أقول لكم إنه في مسلسل آرمر وورز القادم والخاص لهذه الشخصية بالتحديد راح يكون فيه بدلات جديدة يلبسها جيمس رود مش بس بدلة وور ماشين راح يكون فيه بدلات ثانية كمان ما حد عارف وش بتكون أسماء البدلات ممكن حقين الكوميك يكون عندهم إيش نظرة وشافوها في الكوميك بس إلى الآن ما في أي خبر إيش راح تكون البدلات اللي راح يلبسها جيمس رود في هذا المسلسل وكمان ما حد عارف مين راح يكون أو مين اللي يصمم هذه البدلات هل بتكون من تصميم توني ستارك أو ممكن نشوف تدخل لشخصية آيرون هارت اللي هي وريثة آيرون مان ونشوفها هي أو ممكن تكون هي اللي صممت هذه البدلة أي أن كانت التفاصيل الإضافية أنا مرة مبسوط إن أنا بنشوف جيمس رودز ببدلة غير بدلة وور ماشين الخبر الجاي للأمانة ما هو داخل عالم السينما والتلفزيون حقيقة ولكن أغلب العالم عمل وضجة بسبب هذا الخبر سواء مجتمع الجيمينج أو مجتمعات مهتمة ولو اهتمام بسيط بعالم الألعاب قبل فترة يا جماعة تم تسريب أكثر من 90 فيديو للعبة جي تي اي سيكس اللعبة لسه ما نزلت والناس منتظرينها من سنوات مدري من متى أظن من 2013 من زمان منتظرينها لحال أنك مرة ما تعرفي شيء جي تي اي سيكس حرام السيارات حرام السيارات يب كل العالم العربي اتفقوا أن نسمى اللعبة حرام السيارات حلو عموما الفيديوهات اللي تم تسريبها لهذه اللعبة هي تجارب داخل اللعبة يعني وابح أن المطورين كانوا يجربون طريقة اللعب فيها لسه الفيديوهات مش واضحة تمان جودة اللعب ما هي دقيقة باقي كل شيء قيد التجربة أنا ما أعرف وشي اللي صار ولكن يبدو أنه فيه هكر دخل كذا على سيرفرات روكستار وغلق الليلة وسرب لهم 90 فيديو يا ساتر في ناس كثير قاعدين ينتقدوا الفيديوهات المسربة ايش اسلوب اللعب المعفن ايش القليتشات هذه وفي ناس ردوا عليهم وقالوا طبيعي أن اللعبة يكون فيها قليتشات في الفيديوهات المسربة هذه لأنها قيدة تطوير باقي عموماً أي أن كان الخبر هذا سوى مشكلة في روكستار وقلب والدنيا وسوى مشاكل وفي النهاية الموضوع بعدي يعني طالما إنه مش اللعبة اللي تسربت مجرد فيديوهات كيف تتسرب اللعبة أصلاً ما أدري ألمن منه إيش الخبر سوى ضجة بعدين إيش الناس جاوزوا يوم 18 سبتمبر يا جماعة أعلن المخرج المثير للجدل وودي آلن اعتزاله وقال يا جماعة خلاص أنا كفاية أفلام آخر فيلم رقم خمسين راح أصوره وأخرجه وأخلصه وبعتزل بعدها يدوب الناس والجمهور قالوله يلا بالتوفيق مبسط في تقاعدك إلا الآدم يرجع مرة ثانية وقال أقول لكم أنا مش هاعتزل برجع كم من الأفلام يبدو أن صناعة الأفلام يا جماعة ما هي وظيفة سهلة تخلي عنها أقول لكم حاجة الكلام اللي قلته أنا كله فاضي قال آدم يطلع وقال يا أبو يا أنا لا اعتزلت ولا قلت أني بعتزل ولا جبت أم طال الاعتزال طلعت صحيفة أسبانية فازلقت كده وحطت الخبر عندها وما هو صحيح وقالوا أنه اعتزل ومدري إيش خبر من كيسها طلعوا ده لأنه قال يا أبو يا إيش الكلام الفاضي هذا لا اعتزلت ولا هم يحزنون أنا باقي 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 عندي بيجنش بيجنش كثير في عالم صناعة الفلام لا تخاف تم الانتهاء من تصوير مسلسل The Office النسخة العربية الخليجية وتم نشر صور من خلف كواليس هذا المسلسل المنتظر يب منتظر ليش ما نقول عنه منتظر أغلب الآراء في البداية أول ما أعلنوا أنه في مسلسل The Office عربي خليجي مشتق من عالم The Office الحقيقي أغلب الآراء قالت إيش كيف شلون ليه ليه لا ما يصلح The Office الحقيقي أصلا كله إحاد جنسية وكله ألفاظ ماهي كويسة كيف كيف بيسوهوا زي كذا كيف راح يتعاملوا مع الموضوع هذا في النسخة الخليجية هل راح يعني يستخدمون ألفاظ ماهي كويسة حبيبي انت مضيع ترى ترى عادي نعمل مسلسل The Office عربي خليجي ويكون نظيف مو شرط نسوي ناس خلسك أصلا لو كان ناس خلسك بتكون الفكرة مرة سيئة فأكيد المسلسل بيكون بنكة عربية خليجية نير كذا يا جماعة بلاش تكسير المجاديف كل ما شفنا عمل عربي مشتق من عمل أجنبي يقولنا إيش هذا تقليد والله شكله بيفشل أصبر يا أصبر يا مسلم أصبر شوف العمل اللين ينزل بعدها نحكم إذا طلع سيئ ذيك الساعة عطيهم على راسهم إذا طلع كويس يدعمهم وصفق لهم مش المشكلة أه ساعة ليش فيكم يا جماعة هدوا اللعب وبما أننا تكلمنا قبل شوي عن خبر من عالم الألعاب ودي أسألكم يعني تعرفون لعبة أوفر واتش ياب كثير يعرفون لعبة أوفر واتش صح طيب فاكرين جيف كابلن ياب اللي قبل فترة سحب على اللعبة مدري ش صار عليه أيوة جيف كابلن يعتبر أحد المشرفين والمخرجين الكبار للعبة أوفر واتش أحب أقول لكم يا جماعة أنه مارفل تعاقدت معاه في كتابة أو في المشاركة في كتابة فيلم فنتاستيك فور القادم ياب جيف كابلن أوفر واتش راح يشارك في عالم مارفل كيف؟ ما أدري شو كيف الدنيا سبحان الله أنا ما أدري إذا جيف كابلن له دور في قصة أوفر واتش ولا لا ولا هو مجرد مخرج ومشرف على لعبة أوفر واتش بس أعتقد والله أعلم إنه مارفيل ما تعاقدت معاه إلا لسبب إن شاء الله إنه مشاركة جيف كابل في كتابة فيلم فانتاستيك فور ما تكون حاجة ممكن نندم عليها في المستقبل لأنه فيلم فانتاستيك فور من أكثر الأفلام المنتظرة داخل عالم مارفيل السينماية في المستقبل فلذلك إيش؟ ننتظر ونشوف أعلنت شركة الإنتاج الخاصة بسلسلة أفلام جيمس بوند إنه ما زال البحث جاري عن ممثل جديد لآداء شخصية جيمس بوند كلمنا قبل فترة إنه الموضوع ما زال جاري وإلى الآن ما زال جاري لو كمان أعلنت شركة الإنتاج وقالت إنه الموضوع لسه مرة بدري أوكي يمكن حطين عينهم على أكثر من ممثل حاليا بس حكاية إنهم يختاروا جيمس بوند جديد قطوة ما هي سهلة أبدا الموضوع مطول ممكن يستغرق سنوات طبعا سألوهم ليش يا جماعة وش التفاني وش الانتقاء الدقيق هذا لممثل شخصية جيمس بوند كان ردهم جدا جدا بصير قالوا يا بشر يا جمهور إذا اخترنا جيمس بوند معناته إنه راح يظل معانا نفس الممثل من 10 إلى 12 سنة فلو بنختار ممثل جديد لأداء شخصية جيمس بوند ما راح نستعجل أبدا أبدا ولو إضطرينا إننا ننتظر إلى سنوات طويلة قبل نتخذ هذا القرار كلام كبير وكلام جوة وكلام خذوا راحتكم مرة وبالحديث عن الألعاب إيش قصة الألعاب اليوم في خبار كثير عن الألعاب يا مخرج الممي جماعة تيد لاسو راح يظهر في لعبة فيفا نسخة 2023 أي والله ما بهزرش كيف وشلون وإيش الطريقة وكيف راح يكون ظهوره داخل اللعبة أنا ما عندي خبر ولكن تيد لاسو وفريقه من المسلسل راح يكونوا جزء من لعبة فيفا 2023 أنا مش فاهم كيف راح تكون طريقة ظهوره داخل اللعبة وفريقه بس إذا أنت خبير فيفا غالبا راح يكون عندك توقع لكيف ممكن يكون تواجد هو وفريقه داخل لعبة فيفا على كل حال يا جماعة اللعبة قربت تنزل معت بقي لها شيء افترض واحتمال وقت نزول الفيديو تكون توفرت من يعرف هم قالوا 30 سبتمبر تنزل يب حاجة زي كذا وختاما يا جماعة توفر المسلسل المستوحى أحداثه من قصة حقيقية واللي يحمل عنوان دامر مونستر ذا جوفري دامر ستوري واللي يحكي قصة السفاح دامر وعدم كفاءة الشرطة في القبض عليه وقصة المسلسل ما تم سردها بطريقة عشوائية إنما من منظور بعض ضحايا هذا المجرب الحلو في الموضوع يا جماعة أن المسلسل أخذ تقييم 8.7 من 10 على موقع IMDB واللي يعتبر تقييم جدا عالي ومبشر بالخير فإذا أنت تحب مسلسلات المجرمين والسفاحين المستوحى من قصة حقيقية أحب أقول لك أن المسلسل هذا لازم تحطه في الليستة أو تقدر تروح تتابعوا الحين عشر حلقات كاملة منه نزلت دفعة واحدة أعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو شتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبيهات على طريقكم ولو أعجبكم الفيديو يضغطوا على زر اللايك لأنه مرة مرة بيساعد القناة في الانتشار ويعتبر دعم جدا جميل منكم أعطيكم العافية يا جماعة كم معكم الوجيه نشوفكم في الفيديو القادم